الفيديو اللي كل الناس مستنيا الكاتافاست الطلب مني بالاسم الكاتافاست ببساطة شديدة هو مسكن معروف بتاخده كيسم الصيدلية بستة جنيه بخمسة جنيه بتدويبه في نص كوباية مية وبتشربه وبيضيع الألم فورا جاء من اسمه كاتافاست وفعلا سريع لأنه هو بيتكون من مادة اسمها ضيكلوفينات بوتاسيوم ودي بتخش جوه الدم بسهولة وبيوسر وبسرعة ده مضاد للتهابات والألم بس تعال نشوف رأي العلم ايه الاف دي ايه او منظمة الغذاء والدواء مصرحها لتلات حاجات للك الألم في العموم من البسيط للحاد وللتهابات المفاصل وللصداع النصفي هو بقى بيوصف للعزام للمفاصل الأسنان للصداع للألم برضو بشكل عام وبدون تصريح من الاف دي ايه هو بيوصف للنقرس ولكن الاف دي ايه مش مصرحة بده اشتغل ازاي ببساطة شديدة بيمنع حاجة اسمها بروستاجلاندنز المسؤولة عن تكون الالتهابات في جسمك فبيقلل الالتهابات والوجع طب استخدمه للأطفال لأ ما تستخدموش للأطفال لان ما فيش دراسات كافية على ده حزير استخدامه ايه لو عندك ربو او مشاكل في الجهاز التنفسي ما تستخدموش لو عندك حساسية من المادة نفسها ما تستخدموش لو عندك حساسية من البروتين البقري ما تستخدموش جديدة عليك دي طبعا قبل العمليات الجراحية لأ ابدا ولو عندك ارتفاع في ضغط الدم لأ ابدا لو البوتاسيا معالف دمك بلاش لو فيه امراض في القلب لو بتاخد اي دول الجلطات بلاش لو عندك لقدر الله نزيف في الامعاء او كرح في المعدة او كرح في القولون بلاش بيأثر تأثير مباشر على المعدة بيتعبلك فعلا المعدة بالذات لو اخدته كمان عن الريق او لو اصرفت في استخدامه يستخدم عند اللزوم فقط طب بالنسبة للحوامل والمرضعات قالك بعد الاسبوع التلاتين من الحمل لا يستخدم تماما يعني من اول الاسبوع التلاتين وانت رايح لغاية الرضاعة الطبيعية من سدي الام لا يستخدم لان هو لا ان هو بينزل في سدي الام وبيوصل خلال المشيمة للجنين بيأثر على الجنين وعلى الرضا ان هو بيعمل لهم زي عيوب خلقية خلي بالك الكتفاصة لا يستخدم مع لستة الادوية اللي انا هحط لك سوريتها دي شوف الدواء بتاعك الماد انا هحطها لك بالمواد الفعالة لا اسمي التجارية كتير بالمواد الفعالة لو الدواء اللي انت بتاخده او بتاخد نوع من انواع الادوية دي بعد ما تبص على المادة الفعالة اللي فيها لو موجودة خلي بالك الكاتفاستة قدت المفعولها تماما أكينك مخدتش الدواء ده وأشهر الحاجات دي كيتورولاك مثلا اللي هو اللي موجود في الكيتولاك لا يستخدم مع ده هيبقى أكينك مخدتش كيتولاك الأسبرين الكورتيزون السيتالوبرامل اللي هو بتاع الدواء النفسي هو مضاد للاكتئاب الايبوبروفين والكيتوبروفين سيرترالين برضو اللي بيستخدم كمضاد للاكتئاب فعلا هيبقى أكينك مخدتوش قدت المفعول وتماما آد يا سيدي الكاتفاست وكل حاجة تخص الكاتفاست طلباتك أوامر كان معاك دكتور محمد إسماعيل قناة كابسول التغذية اعمل فولو لايك وشير تابعني على كل المنصات باسم قناة كابسول التغذية ما ننساش ندعي لأخواتنا في غزة وفلسطين ربنا يصبرهم وربنا ينصرهم اي سؤال سبهولي في الكومنتات اسألني على المتابعات الأونلاين في رسالة على الخاص اتمنى اكون فتك شكرا